أربعة من الجوع إلى السلطة مذكرات الزعيم الألماني شرودر الزعيم الألماني جرهرد شرودر حكم ألمانيا سبع سنوات بين هلموتكول وبين إنجيلا ميركل وعمل انتخابات كان ممكن بعدها يعمل ائتلاف ويكمل في السلطة لكنه خرج من السلطة بعد سبع سنوات زعيماً لألمانيا شرودر في المذكرات يتكلم عن حاجات كتيرة وبعدها رد عليه الرئيس بوشي الإبن وخلافات في قضايا مختلفة إنه من هضر التوقف في هذا الكتاب الذي ترجم إلى اللغة العربية عند الجانب الإنساني المتعلق بطفولة ونشأة شرودر الفقيرة للغاية المعدمة وإزاي قدر يطلع من هذا الوضع الصعب جداً إلى قيادة أكبر دولة في أوروبا شرودر في مذكراته بيقول إنه نشأ نشأة فقيرة جداً هو حظت ولد الف تسعمية أربعة وربعين ألمانيا النازية ولد في ظل زعامة هتلر وألمانيا النازية بعد سنة اتهزمت ألمانيا وتقسمت ألمانيا وشبق كل السنين الصعبة في ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية من المشاهد اللي بيقولها بيقول إنه هم كانوا قاعدين الأسرة بتاعتهم سواء والدته أو زوج والدته أو هم من يعني أبوين مختلفين قاعدين خمسة مع الزوج والزوجة سبعة قاعدين في بيت صغير جداً جداً شقة صغيرة جداً جداً من غرفتين والجدران رقيقة إن أي حد يتكلم إلا بره كله يسمع وما فيش حمام داخل القطين دول إنما الحمام مشترك بره بيقعد طبور عشان تدخل الحمام فوضع صعب جداً اللي نشأ فيه إنما كمان ما كانش فيه أكل يعني كان فيه مشكلة جوع في ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية وإنه بيقول إنه زوج والدته كان بيشتغل فيه المعسكرات البريطانية فكان بيسرق منها الأكل ويسرق اللحمة علشان خاطر يأكل الأسرة لما يرجع وبيقول إن فيه واحد في العيلة كان بيجي بقى بموتسيكل ويوصل لغاية عندهم يزورهم ويرجع ده بنسبة لهم إيلون ماسك العيلة ده الملياردير اللي موجود لأنه عنده دراجة بخارية بيقدر يركبها ويوصل لغاية عندهم ويغادر بعد ذلك فبيقول ده كان مقامه كبير واحترام كبير جدا ده الغني اللي احنا نشوفناه في الطفولة أيضا شرودر بيقول إنه كان طول وجودهم في البيت أو في الشقة الصغيرة دي والزحام اللي موجودين فيه والوضع الصعب جدا اللي عايش فيه فبيقول إنه أول ما الصبح ييجي ده أفضل خبر إنه أخيرا حيفر من هذه الشقة ومن هذا البيت اللي الحياة فيه لا تحتمل بيقول كمان إنه كان بيحب يشوف كاس العالم فلما راح يشوف كاس العالم أثناء الطفولة فراح على أهوة في قرية بعيدة البلد اللي هو فيها أو المكان اللي فيه ما فيهوش أهوة عليها المطش راح أهوة في مكان تاني إنما في المقهى ده لازم بالمشاريب لازم تشرب حاجة تتفرج على المطش فمعهوش فلوس يدفع تمن المشروب فكان بيزوّخ كده ويعود في القهوة محدش ياخد باله لأن معهوش تمن المشروب وبيتسلل عشان يتفرج على المطش مشاهد كتير جدا من الجوع والفقر والضياع والأسرة اللي هي زحمة في مكان قد كده الحمام اللي بعيد جدا لازم يقفوا طبور على ما يجدرهم في الحمام وضع صعب وبائس جدا حتى الأكل بيجي سرقة من معسكرات الإنجليز ومع ذلك إيه النقطة المضيئة في حياة شرودر والدته الولدة كانت خادمة ومع ذلك كان عندها أمل كبير جدا وربطهم على الأمل وعى القوة مش الاستسلام فبيقول والدتي سر القوة فكاد بتقولهم رغم كل الظروف اللي احنا فيها لازم تكونوا أقوياء ولازم تواجهوا الحياة ولازم تنجحوا اوعوا تستسلموا اوعوا تيقاسوا مفيش أكل مفيش شرب مفيش بيت كويس مفيش مفيش لكن لا يأس لا إحباط لازم تنجحوا في حياتكم مهما كانت التحديات دي مش فيلسوفة ولا أستاذة كبيرة ولا مصقفة كبيرة دي ستة بسيطة جدا جدا إنما عندها العزيمة القوية جدا في تربية أبناءها بالأم والنصائح الأم انتقل شرودر من أسرة معدمة لا تجد طعام يومها ولا السكن اللائق ولا حتى مشاريب المطش في القهوة لا شيء إلى زعيما لألمانيا لمدة سبع سنوات شكرا لحضراتكم وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبع الأولى ترجمة نانسي قنقر